عدنا الانتيبياتيك او الانتيتيومور هاي الانتيتيومور او الانتيتيومور انتيبياتيك راح تشتغل عن طريق انه سوى انتراكشن مع الديناي leading to a disruption of DNA function يعني شغلها على الديناي يعني build as face in addition to intercalation their abilities to inhibit topo isomerase one and two and to produce free radicals also play a major role in their cytotoxic effect يعني هنا دي يقول الميكانيزم ما راح تشتغل يا اما تسوي انهبشن للتوبو ايزو مريز حسب اني نعرف شنو هاذه او تسوي اللي free radical تهاجب الديناي سنفهمها بعدين اكثر they are cell cycle non specific اذا الانتيتيومور او الانتيبياتيك تعتبر cell cycle non specific يعني ما العلاقة بالcell cycle ما عدا البليومايسين اذا الوحيد البليومايسين من عدهن يعتبر cell cycle specific بينما الباقية تعتبر cell cycle non specific اول عائلة هي الانثرا سايكلين عندنا الدوكسوروبسين والدانوروبسين الايداروبسين الايداروبسين الايبيروبسين والميتوكساترون الدوكسوروبسين والدانوروبسين are classified as anthracycline antibiotics يعني هي بالاصل شون انتيبياتيك بس استفادوا من السرطوكسيك افكت مالتها خلوها للانتيكانسر الدوكسوروبسين as a hydroxylated analog of الدانوروبسين الدوكسوروبسين هو hydroxylated analog من الدانوروبسين الدانوروبسين استولى hydroxylation فاردوكسوروبسين الايداروبسين اربعة ديميثيوكسي اربعة ديميثوكسي ان شاء لو مجموعة مثل مجموعة ميثوكسي يعني O OCH3 مجموعة مثل و O analog of الدانوروبسين الايداروبسين هو اربعة ديميثوكسي analog of دانوروبسين يعني الدانوروبسين شاء لو من رقم اربعة مجموعة ميثوكسي صار هو الاداروبسين من ديميثوكسي معناها ازالة دي يعني ازالة شاء لو مجموعة ميثوكسي رقم اربعة وصار عندي الاداروبسين من شاء لها شاء لها ملدانوروبسين فتكون عندي الاداروبسين في احتمال ها تجي كم سي كيو يعني قصدي انه انه one of the following is not true يعني مثلا الاداروبسين هو اربعة ديميثوكسي انالوج او ممكن يحوروها يقولون اربعة ميثوكسي فلازم نعرف انه الاداروبسين هو اربعة ديميثوكسي انالوج الاداروبسين يعني شاء لو مجموعة ميثوكسي من رقم اربعة من الاداروبسين فتحول الاداروبسين الابيروبسين الابيروبسين والميتوكسارون are also available okay therapeutic uses of these agents differ despite their structural similarities and apparently similar mechanism of action إذن هنا كاستركتور يختلفن بس كميكانيزم نفس الميكانيزم الاداروبسين use in combination other agents for treatment of sarcomas and a variety of carcinomas including risk cancer as well as for treatment of acute lymphocyte leukemia and lymphomas لانروبسين and enterobisine are used in the treatment of acute leukemias and الميتوكسارون use in prostate cancer إذن الفق دي يقول انه الاداروبسين combination يعالج انواع مختلفة من الكنسر منظمة منها breast cancer و acute lymphotic leukemia و lymphomas الدانوروبسين والاداروبسين يستخدم بالأكيوت leukemia يعني ليس الأكيوت leukemia يعني ليس الأكيوت leukemia i should have عن طبيعة بيدي ميكانظم يعني يعني عدة ميكانظم راح تشتول به مثل دكسوروبسين بجرفت فري راتيكالز كان انجيوز منبرين لبت بيروكسيدياشن دي اناي سترانسيشن او بيراميديين بايس سيول اميين او بيراميديين بايس سيول اميين الدكسوروبسين شا سيسوي سيسوي لي يعني هو راح يكون لي سوبر اوكسايد سيكون لي جذور حرة هاي الجذور الحرة تكون يعني هايلي ري اكتف كلش هايلي اكتف يعني تتدوّد يعني تريد دور تفتشي ترتبط بيه تتفاعل ويا يعني هايلي ري اكتف كلش دور تتفاعل وش راح يسوي لي راح يروح انعلمنه على الدي اناي الدي اناي يبدان يهاجم النفع يكسرا عند يسوان اوكسيديشن لالبيورين والبايراميديين بايسس والثايول والامين كلها تتكسر او يصر لها اوكسيديشن فبالتالي هذا دي اناي يصار شنو؟ ما يفيد بعد يعني فالخليها بعد ما تتكون ما تتكاثر ما تنقسم ساري فخليها ما انقسمت فن تروح تموت زين ام قلنا يستوي لي free radical induced membrane lipid beroxidation بيروكسيدي بيروكسيديشن اوكي الفرماكو كانتكس these agents must be administered intravenously because they are inactivated in the GIT tract يعني لازم شنو ناخذها IV لين حتصر inactive بال GIT extravasiation is a serious problem that can lead to tissue necrosis extravasiation يعني لما ننطيها IV نتأثر على الوريد فتسوي لي tissue necrosis أو على المكان site of injection فهتسوي لي tissue necrosis يعني necrosis يعني death the infracycly antibiotics bind to plasma protein as well as to other tissue components where they are widely distributed إذن ترتبط بالproteins mariplasma وتروح الكل التشو وهادها انتشار يعني widely distributed بتنتشر تقريبا من كل جسم بس don't penetrate blood brain better or the testis فتلقائيا ما استخدمها بال testicular cancer ولا انطيها ولا يعني ما حتفيدني بال CNS إلا إذا انطيتها بشكل intrathecal تمام يعني متعبر blood brain better فعني الأشياء هالأشياء البديهية حتى ما تجي صحي ما مذكورة بس يقولك تلقائيا انت هي متعبر blood brain better فانطيها انتراثيكا بس the secretion is the major root of elimination هماتين الشغلة بديهية إذاً هي إذا تطلع عن طريق منو البالياري excretion عن طريق الكبد أقول عن طريق البايل ف وين هتفيدني بالأشخاص اللي عندهم رينال فاريار تمام هاي شغلة بديهية أو يعني تلقائية نعرفها الدول يطلع عن طريق البايل سيفيدني بال رينال امبيرمنت أو لعدهم مشاكل بالرينال يعني ما رح يطلع عن طريق الرينال لون هيكون دارك ريت فالفينس لما نجي أنطهب بالآيذي رح تكون دارك ريت فالفينس لما نجي أنطهب بالآيذي رح تكون الفينس فى مبينة 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 برزعة الجلد واليورين يصير له الريد ديسكالعيشين يصير لون أحمق مبينة هيا الميكانزم مبينة مبينة الدهنانة الدوكسيروبسين رح ينطيني رح ينطيني وهو شي يصير 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 ميتابولايت بساتي كروم بأربع مينة وخمسين ريداكتيز حيطيني منه سوبر اوكسايد ايون هيدروجين بيروكسايد بساتي كروم او هيدروجين بيروكسايد ترحش تسوي تهاجم السترانس بالديني لانهما صار ميتابوليزم ساتي كروم بأربع مينة وخمسين ريداكتيز تحول الى ريدوزد فورم و يعني صار صار الاوكسايد فالطاني هاي السوبر اوكسايد وسوت لي دامج للديني الادفرس افكت كيونيك ادفرس افكت اللي الدوكسوروب روبسين وهاي مهمة انه irreversible dose dependent cardio toxicity is the most serious diverse reaction and is more common with دانوروبسين and doxy روبسين than the عدروبسين and iberوبسين يعني الدان و الدوكسو هما مشهورة هاي الكاردو تكسايد دوكسوروبسين ما عندهم اكثر من الابي والادا هاذا التوكسيسي شون تكون تكون irreversible و dose dependent تعتمد على dose فبديهيان ان الشخص اذا عنده مشكلة بالقلب ما امطيها الى نهائيا دوكسوروبسين دوكسوروبسين يعني يحميني من التوكسيسي لتصير من دوكسوروبسين دوكسوروبسين is reported to be less cardio toxic than the standard standard formulation اذا يجيبوه بشكل اللابوسومال encapsulated يعني مغلف او شي تكون يعني لابوسومال 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 encapsulated بليوميسين بليوميسين ان هو الوحيد اللي يكون cell specific تمام بليوميسين بليوميسين is a mixture of different copper chelating glycopeptidase that's like the anthracycly antibiotics cause a station of DNA by an oxidative process ان هو عبارة عن أنصر copper chelating glycopeptide يجي يعني يشبه intracycline antibiotic يشتغل بالoxidative process هم رح يسوي بليوميسين بليوميسين is a cell cycle specific and causes cell to accumulate in the G2 phase إذن وين يشتغل بالG2 phase يعني DNA متكون وخلطان ورايح بس واش داي تسوي داي تسوي free radical تروحت تسوي le session يعني قصدين يعني تروحت تهاجمه وتكسر it is primarily used in the treatment of testicular cancers and hushkin lymphoma الميكانيزم of action dna bleomycine fe 2 plus complex appeared to andrego oxidation to pleomycine fe 3 3 plus يعني هنا ثانا صار oxidation تحول من الموجب الثانية إلى موجب الثلاثة الثلاثة راح يحرر لي من صار oxidation librated elicitrons يعني هو من تحول إلى ثلاثة يعني فقد فهالelicitron اللي انفقدت react with oxygen to form superoxide راح تتفاعل ويمنوا الوكسجين حتى تسوي superoxide or hydroxy radicals يعني جذور حرة free radical which in turn attack the phosphodiester bond of dna تروح على البوند مع dna اللي هي phosphodiester تروح تهاجمها فشي صير resulting strand strand break and chromosomal operation يعني راح تهاجم dna تكسره وتمنع يعني هاي العملية مع transduction translation فما يصير انقسام بالخلية وهتموت بليوميسين is administered by a number of roots إذن هو ينطي بأكثر من roots عدنا البليوميسين inactivating enzyme hydrolase and high is high in a number of tissue for example liver and sibling اكو انزيم اكو انزيم يسوي inactivation للبليوميسين يعني يحد من التوكسيستيماتة يقللها اسمه الhydrolase وين موجود اكثر شيء بالليفر والسبلين فاتوقع التوكسيستيماتة اقل بالليفر والسبلين لان عدهم انزيم دي سوي protect against البليوميسين بس هذا الانزيم اقل وين اقل باللنغ و absent in the skin يعني بالسكن اصلا ماكو بس باللنغ قليل accounting for toxicity in those tissues يعني حتوقع انو التوكسيستي باللنغ وبالسكن أعلى شيء most of the parent drag is excreted and changed in the urine enunciating those adjustments in patients يعني هنا انا رح يطلع عن طريق الكدني unchanged فلا شخاص اللي عندهم مشكلة بالرينال لازم شنو نقلل الدوز او نعدل عليها ال adverse effect نفس ما قلنا اني اتوقعت انو هذا البليوميسين الانزيم الكسرة باللنغ والسكن قليل او ما موجود فا اتوقع زيادة التوكسيستي باللنغ والسكن فاليونيك adverse effect بالنسبة للبليوميسين هي pulmonary toxicity is the most serious adverse effect يثري على اللنغ progressing from rails cough and infiltrates to potential fetal fibrosis إذا رح سويلي fibrosis the pulmonary fibrosis that is caused by bleomycin is often referred as bleomycin lung يعني من قد ما يسوي او يؤذي على اللنغ سموه هاي ال adverse effect متى bleomycin lung هو يسوي fatal fibrosis فمن قد ما ان هو يونيك بهذا ال adverse effect متى بالتأثير على اللنغ سموه bleomycin lung الزين الhypertrophic skin changed and hyperpigmentation of the hands are prevalent يعني اكيد احنا قلنا عذا الانزيم موجود بالسكن فماكو عملية حماية من التوكسيستيما البليوميسين فحيصر عنديها hypertrophic حيصر hyperpigmentation للهانت والسكن بليوميسين is unusual in that mild suppression is rare يعني كتأثير على البون مرو rare او قليل او يعني مئثر عيه او rare على البون مرو ادنا الالكيليتنج ايجنت اسا خلصنا عائلة من الانتيباتيك انتيتيومار ادنا عائلة ثانية اسمها الالكيليتنج ايجنت هايشلون تشتول exert their cytotoxic effects by covalently binding the nucleophilic groups on various cell constituents الكلation of dna is probably the crucial cytotoxic reaction that is lethal to the tumor cell الكلating agent doesn't discriminate between cycling and resting cells so they are they are most toxic for rapidly dividing cell الالكيليتنج ايجنت او الالكيليتنج ايجنت او الالكيليتنج ايجنت تتسوي يترتبط بشكل كوفلانتلي بل تربط الهانتoroxic ترتبط بشكل كوفيلانتلي بالنوكلوفيلك جروب بس يل فدسوي الكريشن للديان اي وهي متفرق او يعني شوان تشتغل على الاثنين تشتغل على الخلية اللي بحالة انقسامها والخلية بالرست اللي مادة انقسم فدس تشتغل على اثنين سواء كانت تنقسم في حالة ديفايدين او بحالة رست وتكون مور توكسك للرابدلي ديفايدين سيل اللي هي تفيدني في حالة الكنسر الكنسر سير تكون كلش رابدلي ديفايدين سيل بس ممكن تسوي لي طفرات وراثية او تسوي لي كانسر ثاني يعني نوع يعني كسكندرين مالي جلنسيز يعني هي تتعالت شي وانه بسوات لي شي ثاني مثل الأكيوت لوكيميا أدنا أول واحد اللي هو سيكلافوسفامايت والآي فوسفامايت يعني هناني عندها ابراد سبكترم يعني تستخدم بشكل طيف واسع على الكانسر ومختلف في النيوبلاستيك ديزيز مثل نان هوتشكن لينفوما ساركوما برس كنسر ميكانزم اف اكشن سايكلوفوسفامايد إذن اكثر واحد مشهور بهن منه سايكلوفوسفامايد البوث سايكلوفوسفامايد والأيفوسفامايد ها اولا تنظر السايكلوفوسفامايد والأيفوسفامايد دي صار لهم فرس بيوترانسفورم دوين بالليبر شي صار لهن هايدروكسيلايت يصار الهايدروكسيلايشن تحول الى الهايدروكسيلايت الانترميديات بالسايتوكروم بي ارامي وخمسين الهايدروكسيلايت الانترميديات ثان اندرغو ميتابوليزم ثاني تحولت الى الاكتف كمباون اذا اني مرتين صار تفاعل يلا تكون الاكتف كمباون اللي هو الفوسفامايد مسترد التفاعل ويا الديانا وتشويلي السايتوكسيلايت ايسال ان تتفاعل ميتابولة بتحويل السايتروكسيلايت الانترميديات بعدين الى الاكتف كمباؤايد اكتف فوسفراميد ماستك تبدى هي تتفاعل ديناي و تسوي الكليشن للديناي ساكلفوسفاميد is available in oral at IV preparation whereas I-phosphamide is IV only إذن ساكلفوسفاميد موجود oral IV الثاني الآيفوسفاميد موجود بشكل IV فقط ساكلفوسفاميد is metabolized in the liver to active and inactive metabolites and minimal amounts are extracted in the urine as unchanged وكمية كلش يعني بسيطة تنطرح باليورن بشكل unchanged يعني ما متغيرها ما صار لها metabolism الآيفوسفاميد is metabolized primary by 450 ثلاثة أي 4 مع غليزي فول زائد 2b6 isoesomes يعني اكثر من enzyme it is mainly reinly excreted وهاي الميتابولايت اللي طلعتلي من هاي الامزينمات تطلع عن طريق الكدني زين adverse effect a unique toxicity of both drugs is hemorrhagic cystitis حياثر لي على البلدر سوي الhomorrhagic cystitis which can lead to fibrosis of the bladder إذن blood toxicity هو الunique toxicity المن للساكلوفوسفاميد هو أخو الثاني has been البلدر toxicity has been attributed to acrolein in the urine in the case of cyclophosphamide and to toxic metabolites of I-phosphamide إذن هاي البلدر توكستي المن ترجع ترجع للأكrolein اللي هي مال للساكلوفوسفاميد والتوكسك ميتابولايت مال I-phosphamide يعني مول الدراج نفسي نما الميتابولايت مات هاي اللي سوتلي اللي بلدر توكستي adequate hydration as well as IV injection of الميسنا اللي هي العفو اللي هي الصوديوم 2 ميركابتو ثان ميركابتو إيثان سلفون 8 which neutralized toxic metabolites can minimize the problem يعني أقول للpatient adequate hydration يعني مين و IV injection of ميسنا هاي يمطوها في حالة انه يريدون يقللون التوكستي ما البلدر وانه يسوي التوكستي تعادل التوكستي متابولايت يعني تدفع الوياه سوي neutralize المسنا هي صوديوم 2 ميركابتو إيثان سلفون 8 ممكن يجعلها سؤال وين أستخدمها بإدراج بالالكليتين اللي هو الساكروفوسفومايد وال اللي هو الفوسفومايد لانبخل ميتابولت ما وبسبب as exactly الكليولو 10 ي curvps و regardez الا ! الكليولو الهي الآني الثاني عدنا النيترو سوريز كار مستين واللو مستين are closely related نيترو سوريز because of their ability to penetrate the cns يعني هي التعبر cns فا اقدر استخدمها بالباينت يومر النيترو سوريز ميكانيزم الفكشن انيترو سوريز اكسر سيبتوكسك افكت بان الكليشن that inhibits replication and eventually RNA and protein synthesis اذا هاي العائلة تتاثر على الRNA والبروتين synthesis وهما تنتقل سوي للدن اي سوي لالكليشن يعني تتفاعل ويا وتسوي لالكليشن فيصير خربطة او يعني سيتخربط فما تقدر الخلية تكمل الانقسام مالتها وتموت زين اذا تتاثر لي على الدي اي والبروتين synthesis والدي اي هماتين بس الدي اي اي وين تسوي لالكليشن؟ تسوي لالكليشن اي خلية بعدها ما مساوي انقسام او مادة انقسم بعدها بالرست تسوي الكريشن لدي اي سيتوتوكسس دي is expressed primally in the cell that are actively dividing therefore non dividing can escape death if DNA repair occurs الخلية اللي هي بحالة dividing هي راح تتاثر اكثر شي لان ما تقدر او عملية الربير او اصلاح الدي اي اللي تكسر هتكون ابطأ او ما تصير متلاحق تسوي repair process اللي بدي تسببها هاي الادوية في السيتوتوكسس دي الهاي الادوية راح تكون اكثر على الخلية اللي هي تتسوي انقسام بالdividing cell اللي هي الاكتف النشطة الدشتول بس الخلية النن dividing اللي هي بحالة الرست تقدر تتلافع او تسوي escape يعني شون تتجاوز تعبر هاي الدي اي يعني التأثير مال هاي الادوية الخلية تقدر تعبرها انه تسوي اصلاح لدي اي اللي صار يعني تقدر escape death يعني تتجاوز الموت انه عن طريق انه دا تسوي اصلاح لدي اي اللي خربتها هاي الالكريتينج ايجنت هاي من هي النن dividing النن dividing عملية اصلاحها لدي اي اي اسرع من الديفايدينج الديفايدينج تكون بحالة انه الدي اي اي يعني translation transtaction يعني تكون معقدة اكثر عملية اصلاحها بينما بالنن dividing كي بحالة الرست ما عندها شيء فيكون اصلاح الدي اي اسرع ثم وين رح يظهر تأثير الساتوتوكسيك اكثر شيء على الديفايدينج سيال او الاكتف تمام ان شاء الله وصلت الفكرة نيترو سوريز ايضا انهبت سيفير القي انزيماتيك بروسسس بي كارباموليشن كارباموليشن اف امينو اسد انه بروتيان انه تاركت سياه يعني هنانا النيترو سوريز بنا تشتغل على الدي اناي و الاراني فقط انما هادها انظر ميكانيزم تروح شيء سوي تروح على انزيمات معينا سويلها انهبشن شلون تسوي كاربوميليشن يعني اضيف لها كاربوميت المن للأمينو أسد الموجودة بهاي البروتينات والإنزيم مو بروتينات فتسوي كاربوميليشن للأمينو أسد الموجودة بهاي البروتينات وين بالتاركيتد سيال سيال معينة للكانسر سيال الفارماكوكانيتيك الكارمستين هو من عائلة النيتروسوريز ادبنستراتشنو اي في عاد كيمو ثرابي وفر ام بلانت هاي الوفر ام بلانت اللي هي يسمون مثل العملية بالدماغ طبعا او بيبكان شنو يفتح الفتحة التواصل للتيومر بعدين يبدون يحطون شنو الادراج نفس موجود بالفجر دي حاطين الادراج بشكل تابلت او شيء حاطي على التيومر وهناك رح يشتغل فهو هاي الوفر ام بلانت كنا ينلطي بشكل اي في وكيمو ثرابي بالوفر ام بلانت ها من هو الكارمستين؟ الامستين نلطي أورالي الامستين نلطي أورالي because of their lipophilicity these agents distribute widely in the body and readily penetrate the CNS اذا ما يحتاج انطيها انتراثيكو اني يكون ايش عده اللي بفلستي فتح بار CNS the drugs undergo extensive metabolism اللومستين is metabolized to active products اذا حتى الميتابوليت ما لتكون اكتف the kidney is the major extensory route for the neutral series يعني راح تطلع عن طريق الكدني فاتوقع عن شخص اللي عند رينال امبرامنت ما انطيهم ايه او اعدل على الدوز اللali Rudram كرامية كرامي كرامية شكرا